السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وان شاء الله النهاردة هناخد آآ محاضرة آآ المحاضرة التانية في الموضيول في آآ جزء بتاع البلد آآ هي عن آآ احنا في في الجزء ده كنا بنتكلم عن اللي موجود في خدنا جزء منه الهيم وتكلمنا عنه آآ ازاي بتكون الهيم وايه المشكلة اللي ممكن تحصل في المحاضرة دي هناخد الجزء بتاع الجلوبن هل آآ شكله عامل ازاي بتاعمى الصراكشور بتاعه عامل ازاي آآ الجزء بتاع ان الهيموجلوبن بيتكون من آآ زي ما احنا عارفين في الادلس اسمه هيموجلوبن ايه وده بيتكون من اتنين الفة تشين واتنين بيتا تشين احنا هنريبيزيت الهيموجلوبن لان احنا كنا اخدناها مع الهيموغلوبن اه هنرجع نفتكر مع بعض هو اه ان عندنا كام طيب من الهيموغلوبن اه هيموغلوبن ايه هيموغلوبن ايه هيموغلوبن ايه ايه هي المكونة لكل طيب من الطيب دي ده اه اتخذ قبل كده وهنراجعه تاني عشان نقدر نفهم الهيموغلوبن والستركشر بتاعه ايه هي ممكن تحسن لكن قبل من نتكلم عن الهيموغلوبنوبيثيس الهيموغلوبنوبيثيس دي مرض ليه علاقة او مجمع من الامرات دي هي علاقة بمشكلة في الهيموغلوبن فاحنا عايزين نفهم الاول اه جزء جينيتك علشان ده هيسهل لنا كثير في فهم الهيموغلوبن اه هو الالفا والبيتا موجودين شكلهم ازاي على اه الدي ايه في الجينز بتاعتنا هنلاقي ان فيه بالنسبة للالفا وبالنسبة للبيتا اه هي طالعة من جين لما ننجي نبص على الجين بتاعها نلاقي ان هو عبارة عن جين هي اه مجموعة من الجينات لازق في بعضها بنسميها الجين كلاستر اه الجين كلاستر دي موجودة على كروموزوم سكستين وبما ان احنا عندنا يبقى انا عندي من الجين دي طيب بس بالنسبة للالفا تشين اه على نفس الكروموزوم اللي هو كروموزوم سكستين يلاقي ان احنا عندنا من الجين المسؤول عن الالفا تشين او الجين اللي بنسميه الالفا كلاستر جين. اه يبقى انا لما اجي بص كده يبقى انا لو هيبقى عندي كبني ادم كم من اه الالفا اه جين اللي بيطلع الالفا تشين هلاقي ان انا عندي طيب اللي موجودة عندي في الهموغلوبن انا بحتاج اه اه الالفا جين بيطلع لي الالفا تشين اللي موجودة على كروموزوم سكستين لما نبص على الالفا جين هنلاقي او هنلاقي مش بس موجود فيها الجين اللي بيطلع لي موجود في هيموغلوب الأدلت لكن كمان هلاقي الجين اللي بيطلع لي من الزيتا تشين دي الزيتا تشين لما هنقرأ ونفتكر هلاقي ان في اول شهر ونص تقريبا من وهو اللي صبتنا امه بيبقى فيه بيتكون من ما بيبقاش فيه الالفا والبيتا اصلا بيبقى بدل الالفا بيبقى فيه اتنين زيتا تشين وبدل البيتا هيبه فيه إتنين إبسلون التشين الزيتة بقى دي جاية منين دي جاية من الجين اللي اسمه زيتة جين اللي موجود على الالفاجين فاميلي أو التي موجود على كروموزوم سكستين طيب بالنسبة للبيتا تشين لا البيتا تشين جين أجين eldest لأنها مش بس شاية للبيتا جين فور بيتا تشين لا هي شاية أكتر من جين عندي بالنسبة للبيتا آآ آآ موجودة على كروموزوم وموجود منها على كروموزوم يبقى انا كبني ادم كلنا على بعض كده كل سال فيها آآ طيب بالنسبة للكروموزوم الموجودة فيها ايه غير البيتا اللي هتدخل فيه هلاقي موجود اللي كانت بتاكبل وذ الزيت عشان تعمللي هلاقي اه او الجلوبين آآ جاما الجلوبين جاما الجلوبين جاما بتعمل بتاكبل آآ اتنين من الالفا عشان تعملي الهيموغلوبين اف. الهيموغلوبين اف هو اللي بيبتدي على طول بعد الامبريونيك ويكمل في الفيتا آآ لايف. وبيستمر بعد الفيتا لايف بيبقى تقريبا بينتهي بعد ستة شهور لما بيبقى خلاص بقى هو الهيموغلوبين اضلت. يبقى الاتنين جامع على الكلاستر بيتا مع اتنين الفا هيدونين هيموغلوبين اف. طيب ايه تاني غير البيتا الموجود على البيتا كلاستر الدلتا. الدلتا ده آآ دلت بيطلع لتنين دلتا تشين مع اتنين الفا يديني الهيموغلوبين ايته وده موجود في الادلت وبيبدأ يزهر بعد الولادة آآ لا يتعدى نسبته اتنين في المية والفانكشن بتاعته مش ريز نابل اول. طيب الادلت زي ما قلنا اتنين الفا اتنين بيتا والبيتا بتبتدي تظهر آآ واحنا لسه آآ في جوه الفيتس جراديو اللي يبتدي تزيد آآ تظهر بقى ويتزيد جدا في الشهر التامن تقريبا ويبتدي بتاعها يبقى ظاهر جدا وواضح لكن بقى توتالي بيحصل عن الست شهور يعني هي جراديو اللي بقى يبتدي يطلع من آآ الشهر التامن تقريبا لحد ست شهور يبقى توتالي للهيموغلوبين قضلت عن الهيموغلوبين اف. جزء الجيناتك ده مهم جدا قبل ما نبتدي نكلم في الهيموغلوبانوباثيس علشان هيففهمنا بعد كده احنا ازاي آآ الهيموغلوبانوباثيس دي بتحصل وان هي الجيناتك ديزيز. طيب الهيموغلوبانوباثيس بقى يعني ايه ده? آآ بيحصل وكلها الجيناتك ديزيزز. بيحصل آآ نتيجة ان انا مش عارف هطلع الجلوبين. مش عارف اصنع جلوبين صح. آآ آآ اركب فيه الهيم فيطلع ليهيموغلوبين. طيب يعني ايه دكتور انا برضو مش فهم. آآ الهيموغلوبانوباثيس هو ديزيز في الجلوبين. طيب الجلوبين ده ايه مشكلته حاجة من اتنين. اما يكون في اه اه اللي هحط في عليه فيبقى نورمال هيموغلوبين يعني نورمال الفا نورمال بيتا في بتاعها في بتاعها دي عندي فيه مشكلة. او اني اطلع عشان يطلع من الهيموغلوبين. دي ممكن يكون فيها في او الالي انا بكونها علشان اطلع هيموغلوبين لهم هيموغلوبين ايه? الهموغلوب لهم هيموغلوبين اه الالفا تشين ان بيتا تشين. ازا هما عملوا آآ يكون يعملوا هنلاقيها تتقسم في حاجة من اتنين. وفيه تايب تالت. الحاجة الحاجة الرئيسياتين ودول اللي هنكلم فيهم بالتفصيل. اني بقى عندي في وده مش مازبوطة فنسميها طيب النوع التاني اني يبقى عندي مشكلة في ان انا بطلع ايا اما من دي او ما فيش خالص منها. دي 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 حاجة وهو المفروض والصح ان احنا نقول كلمة على الكواليتاتف دي اللي هتديني مرة او موعد امرات شهيرة جدا اسمها الثلاثيميز فما بنقولش عليها لا بنقول الثلاثيميز. انما احنا اا اذا دكتورج نوعد اعملنا تغاضينا دي وقلنا على الاتنين انهما اسمهم وده هتلاقي من مشهور جدا انه هو يقولك اه في منه政FA ولكن الصح هو س switch هما سموا وسموا عشان هي مفيش غيرها ده اسمه طيب في حاجة تالتة او في آآ لبعض الاطفال اللي بتتولد ما عندهاش بتعرفش تعمل من الهيموجلوبين الى طيب نبتدي بقى ناخدهم بالتفصيل والكوانتيتاتف احنا قلنا انه انا مش عارف اطلع آآ صحيح شكلها مش طبيعي بتاعها مش طبيعي بتاعها مش طبيعي طيب ده بيحصل فين في اي تشين منهم في البيتا تشين ده اليوجول بتاع طيب آآ معظم او اللي بتكون آآ هي سبب الديزيز دي بتكون ايه بتبقى سنجل آآ يعني هي سنجل في آآ تغير سبستوشن يعني غيرت امينو اصد تلعي لامينو اصد تاني او ديليشن دي اكتر اللي واحد او اكتر من امينو اصد والمور كون يبقى امينو اصد آآ ملتبل بتبقى دي حاجة طيب اشهر آآ واحد في الهيموجلوبانوباثيز وطبعا هنا انا بتكلم على هو السيكل سيل انيميا السيكل سيل انيميا هي يقصد بالكواليتيتف هيموجلوبانوباثيز طيب السيكل سيل انيميا يعني ايه ده اه بتاعه يعني آآ هي بتبقى مشكلة في البيتا تشين البيتا تشين احنا قلنا ان هي موجودة على الجين بتاع موجودة على كروموزوم اليفن عندي اتو جينز واحد على كل كروموزوم يبقى آآ علشان يظهر المرض لازم يكون عندي الاثنين مضربين والاثنين حصل فيهم بدل هيموجلوبان بيطلع لي آآ نورمال بيتا تشين بيطلع لي آآ آآ فيها ديزيز او فيها ديها مسؤولة عن فبنسميه بدل هيموجلوب ايه اللي هو هيموجلوب بنسميه هيموجلوب طيب آآ لو انا آآ عندي امتى هيظهر ديزيز لما يبقى مضربين فبنسميه ده هيطلع لي اما يبقى انا عندي واحد طبيعي كان المفروض هيطلع لي هيموجلوب والتاني آآ بيطلع هيموجلوب س وبنسميها لانه انا كده في جين هيفضل يطلع بيتا تشين تقبل مع الالفا تشين فبنا عندي نورمال هيموجلوب اما الاس اس ده عنده جينز بتوع البيتا مضربين فا او ميتيتد فا آآ بيطلع لي السيكل فورب آآ اللي هي بتبقى سيفير ديزيز طيب الابديميولوجي بتاع ديزيز طبعا هو يعني منتشر في العالم كله آآ ناخد كده فكرة عن بتاعه ان هو بيحصل لواحد لكل خمسمائة آآ طفل بيتولد آآ من الافريكان امريكانز بي آآ طبعا ده السيكل سيل ديزيز والتريت موتش مور آآ الانسدنس بتاعه يعني في الافريكان امريكانز من ايد تو تيم برسنت من التريت آآ الانسدنس بتاعه كبير جدا الديزيز لا اقل من كده بيبقى آآ او بوين برسنت طيب هو ازاي بيحصل السيكل سيل ديزيز او السيكل سيل الانيميائي السبب بتاعها طبعا ده مسؤولة عنه بوينت ميوتيشن بوينت ميوتيشن هتحصل في السيكس امينو اسد في البيتا تشين وهنقول بالتفصيل اللي هيحصل في البيتا تشين دي آآ لقوا انه الناس اللي عندها اللي هي السيكل سيل تريت دول ريزيسنت للمالاريا ودي تعتبر طيب ايه بقى آآ يا دكتور اللي بيحصل نلاقي ان المسؤولة عن الامينو اسد السادس في البيتا تشين كان الطبيعي يبقى جي اي جي وده يطلع لي انما في السيكل سيل اه ديزيز ده بيبقى عنده ميوتيشن هي واحدة اتغير الجي اي جي هتبقى جي تي جي يبقى تير بلايز ال اي طيب نتيجة انه ده حصل لقينا انه في الترانسليشن والاكسبريشن آآ بدل ما كان هيطلع لي بلوتاميت سيكس اماينو اسد هيطلع لي الفالين اماينو اسد فا آآ ببساطة يعمل لي شكل السيكلينج اللي هو باين في البلاط فيلم ده انه آآ الار بي سيز بدل ما هي كانت ديسكويدا بايكون كيف شيب هتبقى شكل السيكل معناها ايه معناها المنجل المنجل ده اللي هو شبه الهلال كده المنجل ده قيلة بيستخدموها في الزراعة هو بالضبط هتبقى شبهها فسموها سيكل سيل انيمي طيب احنا عايزين نفهم بالتفصيل هو ليه آآ حصل سيكلينج لالار بي سيز طيب انا عرفت نخلاص في البيتاشن البيتاشن دي كان اماينو اسد هيطلع بقى اول انه الناس اللي عندها دي بيبقى طول ما هي نعرف معلومها كده ان هو طول ما هو طول ما هو ما فيش يعني شكل ده هيطلع بس لما هتعرض مش بس كمان اي حاجة هتخليني الافانتي بتاعت الهيموجلوبين تو الاكسجين قلت ولما نرجع الهيموجلوبين آآ في بتاعته آآ هنعرفه نفتكر كويس انه دي كريز البي اتش كان بيعمل كده البي سي او طو العالي بيعمل كده يعني اكسجين تنشن قليل هيعمل كده العالي بيقل الافانتي اوف هيموجلوبين تو الاكسجين والدي فدي الكونديشنز اللي هتخلي العيان اللي عنده الاس اس جينز اللي هي المفوض سيكل سي الانيميا جينز يحصل بتاعته طول ما انا عندي النور مال اكسجين تنشن اللي بيعمل لي فول اكسجينيشن دي الهيموجلوبين مش هيحصل وهنفهم بالتفصيل دلوقتي ليه طيب هو ايه اللي بيحصل يا دكتور اه اللي بيحصل ببساطة انه لما بتتعرض لي امدي اكسجينيشن او مش عارف يحصل الله اكسجينيشن كويس الخلاية بيبقى شكلها اه اه شكل الريجد اللي هو اه الساكل ده اه ده بتبقى ريجد بدل ما كانت فليكسبل والسلم بتاعها فليكسبل وآآ فرجايل وتعرف تسكويز اتسلف في الكابيلر زيديا لا دي هتبقى ريجد ولما تدخل في كابيلر الزغيرة هتقفل مش هتعرف تتعصر نفسها زي مسلا مش هتقدر بتعصر نفسها وتعدي الناحية التانية لا دي هتقف وتتجمع وتلزق في آآ بلاد فيزل آآ في الاندوثيليم بتاعه وتقفل وتعمل لي آآ لايكا كلوت دي هتبقى ناتجتها انه مش هيحصل آآ آآ بلاد انفوجين كويس للارجن ده فيحصل له ثم ديث ثم معهم وصحبهم طبعا بين سفير بين طيب هو وطبعا هتتكسر دي سواء كانت جوه البلاد فيزل او خرجت براه فيحصل لي طيب هو كل ده اللي حصل يا دكتور ببساطة كده نجيب آآ آآ في فجر كده موجود في آآ آآ مباين قوي الكلام ده وعايزين نفهمه مع بعض ايه اللي هيحصل نبص على اللي موجودة في النورمال همجلوب الاضغط طيب النورمال بيتا تشين لما بتبقى في الحالة بتاعت دي اوكسيجيناتد بتبقى باين مظاهر فيها نوتش 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 يعني زي تجويف كده طيب حلو هي ليه بقى آآ النوتش ده مش آآ ما بيمسكش موليكيل اوف همجلوب مع موليكيل تاني اوف همجلوب مع موليكيل تالت في النورمال آآ دي اكسيجيناتد همجلوبن في النورمال همجلوبن ادلت لقينا انه دي العادي آآ فيه نوتش بس مفيش حاجة تانية هتدخل جوه النوتش دي فهيمسكه في بعض طيب لما هيبقى اوكسيجيناتد لما هيبقى اوكسيجيناتد بيتا تشين في الهمجلوبن ادلت بيختفي النوتش يعني هيبقى المربع آآ مستوي من غير اي نوتش ومن غير اي باتش الزيادة يبقى ذا نفهمنا شكل الموليكول اوف همجلوبن نورمل وهو دي اكسيجيناتد وهو نور وهو اكسيجيناتد وهو دي اكسيجيناتد هيظهر لي نوتش وهو اكسيجيناتد مفيش اي حاجة زيادة طيب ولا حاجة زيادة ولا حاجة نقص طيب في حالة السكل في حالة السكل حالة السكل السل اللي همجلوبن موليكول وهو اكسيجيناتد وهو دي اكسيجيناتد في الحالتين اهو بيظهر لي باتش باتش زيادة شبه ترايانجل اللي هو بين في الصورة ده الاسود. الترايانجل او الباتش زيادة ده بالزبط للنوتش. فيقدر يعرفين لكان كي? ياس. هم البعض فيمسكوا في بعض. طيب هو النوتش ده اصلا يا دكتور كان موجود في حالة الاكسيجيناتن? لا. النوتش ما كانش موجود في الاكسيجيناتن. احنا قلنا في الاكسيجيناتن نورمل ما فيش ولا زيادة ولا نقص. اه يبقى انا هنا هبتدي افهم اهو انه ليه السيكل سل مش هيحصل له المشكلة في حالة الاكسيجيناتن. احنا قلنا في السيكل في باتش زيادة لكن اصلا في الاكسيجيناتن ما فيش نوتش. ما فيش نوتش. فالحتة زيادة دي ما تقدرش تمسك في حاجة تانية في الهوموجلوب النفس الشكل. امال هتظهر المشكلة امتى? هتظهر المشكلة بسبب الباتش الزيادة اللي موجودة في السكل آآ سال هيموجلوبن. انه في حالة دي اكسيجيناتن بقى الخلية وهي دي اكسيجيناتن وهي ديزيزت. هيبتدي يظهر النوتش. فكل موليكيول هيبقى عليه نوتش وعليه باتش. عليه نوتش وعليه باتش والاتنين كومبليمتري لبعض. فيبتدوا يخشوا كأنهم آآ احجار طوب جنبه بعضها. كل واحد عنده الحتة اللي نقصة في اللي قبله. فيخش يمسك فيه. فيخش يمسك فيه. وهكزا لحد ما يعمل لي حاجة اسمها يعني بدل ما هما كده في الخلية. يبقوا مسكين في بعض ويعمل لي دا انا دا عمل لي آآ في شكل دي اللي دا لشيب هتبقى آآ شبه بتاعنا. ودي اللي هتعمل لي المشكل. طيب. آآ ادي اول حاجة انه هي ضيعت الرجاد بقت فيها رجادتي وضيعت الفلكسبيلتي وكمان كل لما يبقى البلد فيزل هاي ديه يتركموا مع بعض ويقوموا مسكين مع البلد فيزل اندوثيليم فيقوموا يعملو لي كلوت زغير. طيب الكلام دا هيحصل امتى يا دكتور آآ نفتكر كده ان البيتاتشين اصلا مش هتظهر ولا تبقى بالكونسنترشن الفول هيموغلوب انقضلت غير بعد ما يوصل لست شهور فيبقى الطفل دا هيتولد طبيعي ما عندوش اي مشكلة لحد آآ لما ياكملات الهيموغلوب انقضلت بتاعه اللي مش هيبقى طبيعي هيبقى هيموغلوب انقس فيبتد يظهر مشكلة عند آآ طيب آآ ايه هي المانفستيشنز اولا بتاعة طبعا مع آآ نبص كده على بتاعها مية وعشرين يوم فيبقى طبعا هيموليتك انيميا آآ الانيميا بكل بتاعتها هتبقى ده شغال على طول ان الاربيسيز بتتكسر بدري طيب آآ جسمنا دايما بيحاول ازاي انه يتغلب على مشكلة الانيميا والله انا بذات في الهيموليتك انيميا آآ انت مشكلتك ان الاربيسيز بتتكسر طب ايه رأيك كما تصنع اكتر فالبوم مارو يبتدي يبقى آآ هايبر بلاستيك ويبتدي عمال يصنع عم يحاول يعوض الاربيسيز دي فالبوم مارو ده يبقى آآ يزيد في حجمه مش الطبيعي فيبتدي عندي ديفورميتز هبات سبيلين وميجلي ياس لان آآ ليه مرور مهم جدا في تكوين الاربيسيز فبيحاولوا يصرعوا من فكرة ان آآ انا اعود الهيموليتك اللي بيحصل العيان ده عنده بقى الهيموليتك بقى الهيموليتك ده بيحصل على طول انما الهيموليتك هتبقى في صورة ايه هتبقى في صورة ان انا هتعرض اكتر لمشكلة او هتبقى لما انا آآ ببقى في اتموسفير او في مشكلة فيها ان انا مفيش فول اكسجينيشن احنا قلنا ان اصلا السيكلينج ده هيحصل امتى لما يبقى آآ عندي الباتش والنوش ودي مش هتحصل غير لما بقى سيكل ودي اكسجينيدي فلما بقى في الحالة دي آآ هبقى في صورة اكترسيز الاكترسيز الاكترسيز دي بتاعتها هتبقى كل اللي هيعمل ال آآ ان انا قلل في الجسم آآ سيفير اكترسايز في 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 الامفكشن في كل الحاجات اللي احنا قلنا عليه طيب العيان ده هيبقى عنده ايه اللي هتبقى عنده آآ نلاقي اولا الليفر آآ كبير بيحاول يعوض في يبقى عندي عند جوندس دي كلها مشاكل في الليفر طيب في الهارد كارديوميجالي ايرن ديبوسيت الايرن العمال يخرج من الاربسيز وترصف في التيشوز كارديوميجالي لان انا بحاول بالهارد ازود الهارد تريت علشان اعمل اوصل اكسجين للسيلز آآ في محاولة لان انا اعوض الانيميا اللي موجودة والسبلين بيحصل له مشكلة مهمة جدا وهي وبيبقى بسبب بتاعته او انه انا اقفل بالاربسيز بتاعته في حصالي هيبقى فيه جوندس آآ كتير هتعمل لي اه وده بيعمل لي طبعا فيه هيموليتك انيميا طب انا بعمل لسكل سيل انيميا ازاي اه اشهر حاجة بيعملوها هي الالكتروفوريسيز بيبان آآ بتتفرق جدا في الالكتروفوريسيز عن الابنورمال سكل آآ بيتا تشين اللي هي بيتا تشين مش مزبوطة ليه كده دكتور الفاكرين لما قلنا انه هو في النورمال امينو اسد في النورمال تشين بيبقى لما نبص على لتو امينو اسد زي دول ده نيجاتف لتشورج امينو اسد والفاكرين ده آآ نيوترال ففي الالكتروفوريسيز لما جري لتو تشين زي دول اللي فيها مور نيجاتف اللي هو اللي فيها هيجري اسرع ناحية البوزيتف الالكترود انما اللي حصل فيها بنيوترال امينو اسد هتجري ابطأ فبقى عارفة ان فيه ده هيترصف في مكان وده هيترصف في مكان تاني فيبقى سهل الدايجنوزز بالاوزموتك فراجالاتي تس لانه بيدكريز ده في آآ البليروبن طبعا هلاقيه عيني بس ده بسبب الانيميا الهابتو هيقل لان الهابتو جلوبن ده اللي بيمسك في العلشان ده بلازما بلوتين بيمسك في العلشان آآ مايروحش ويعملي توكسيستي فالهابتو هيمسك هيبقى فالكونسنتريشن بتاعه هيقل جدا طيب ايه هو بتاع السيكل سي الانيميا آآ مبدئيا اوقف اي تعرض اللي بتخليه يحصل له زي ايه زي انه آآ امنع عنه ده طبعا آآ صعب جدا طبعا صعب ان انا امنع الانفكشن فا آآ دي حاجة مش كنترول ده قوي ايه كمان ان انا اقلل الارجان دامج بيدو واحد من الكيموترابياتك اسمه الها دوكسيوريا آآ ده بيقل بيزود عمر الهيموجلوبن اف فا آآ يقدر يشيل شوية اوكسوجين فيقدر يقلل شوية من ويقلل الهيموجلوبن ايه هقلل طبعا هدي انا طول الوقت هديه عشان طبعا بتاعهم بيقل جدا عن النورمال في الميل بيبقى فورتي توف في ميلز بيبقى فورتي ايت طيب اه الشكل التاني من السيكل سيل اللي قلناه في الاول احنا اللي كلمنا عنه ده اللي هو انما في السيكل سيل اللي هي بتبقى واحد من الجين نورمال بيطلع واحد من اه في على الكروموزوم التاني بيطلع لي الهيموجلوبن اللي بيبقى اه او الجين اللي بيطلع لي ده بيكمبنسات وده بيطلع لي اه اه ممكن يتعرض شوية لكن في حالة السيفير اه اكسوجين دي يعني يبقى فيه اه سيفير ديكريس في الاكسوجين تانشن اه سيفير رسباراتري انفكشن سيفير هارت فامير اه دي الحاجات اللي ممكن انت خليه يتعرض لاتكسف طبعا ده بريت قليل جدا عن اله اه الريت العادي بتاع السيكل سيل ديز او التيبيكال فورم وكمان ممكن في السيفير اكسرسايز هو ممكن لو هو مش عارف يعمل سيفير فيجرس اكسرسايز الليكتك اسد هيقلل جدا فيقلل للهيموجلوبن طيب ده كان اشهر طيب من الهيموجلوبنوباثيز اللي هو السيكل سيل انيمي هيموجلوبن التاني الهيموجلوبن الثاني اللي ممكن اه يحصل في آآ الكواليتاتف اسمه هيموجلوبن سي طيب ايه هو ده برضو في نفس الامينو اسد اللي هو رقم ستة سيكس امينو اسد هلاقيه بدل ما هو هيبقى وده لما العين بيبقى بقى عنده الاثنين وده بيطلع في صورة وما فيش الانفاركشن او الكرايسز او الاتاكس اللي هي بتبقى اللي بتبقى في صورة بتاعت وتقفى وتعمل دي مش موجود طيب اه لما يبقى عندي بقى واحدة اس وواحدة سي اه ممكن جدا كومن يعني آآ آآ بيرسنت يعني من العينين اللي عندهم ان الهموغلوب ان واحدة بدل ما واحدة مسلا تبقى هما او هما الاتنين سي خلاص دي هتطلع لي هوموزايجوس طيب الهتيرو بتاعها مش انها تطلع لي واحدة نورمال واحدة سي لأ بنو تطلع واحدة سيكل وواحدة سي السيكل دي بقى هي اللي هتخليه مسؤول عن انه يجي له بس بالفريقونت بيبقى اقل عن السيكل سيل آآ آآ انيميا وال Plan بتاعت السيكلين كمان بتبقى اقل. النوع الثالث من القولي تاتي في هيموغلوب انوباثيز اسمه المات هيموغلوب انيميا في المات هيموغلوب انيميا المشكلة الرئيسية اللي بتحصل انو الهيم هنا مش هتبقى ليها علاقة باللغلوب نتشيل هتبقى ليها علاقة بالهيم. الهيم آآ احنا قلنا قبل كده لازم علشان يبقى يقدر يشيل ويترانسبورت الاكسجين لازم يكون اللي موجود فيه في صورة الفرس او الهيم لما يتحول اللي فيه من فرست وفرك بقى اسمه والحالة دي هتبقى اسمها ما يقدرش يشيل الاكسجين ولا يقدر يترانسبورت الاكسجين طيب هو الميت هيموجلوبينيبيا هي او ده الحالة التقريبا الوحيبة في اللي ممكن يكون فيها هي ممكن تكون او ممكن تكون طيب طيب نفهم من الصورة اللي بعدها كده هنلاقي في النص في قلب بالضبط انا قدامي الهيم اه اللي فيه موجود في الفرس استيت امتى هيتحول للفرك لما يتعرض لأكسيديتف استرس تعرض لأكسيديتف استرس زي اللي ما بتطلع طول الوقت او انه يتعرض لسام دراجز زي السلفوناميلز او كيميكالز كل دي ممكن تخلي الفرس يتحول الى فرك طب ده بيحصل يا دكتور طول الوقت ما انا طول الوقت بيطلع عندي ياس لكن كمان طول الوقت عندي انزيم اسمه او انزيم ده هو اول لما يتكون عندي اه هيموغلوبن فيه فرك يقوم محاوله تاني الى فرس طيب بس الانزيم ده عشان يفضل يقدر يعمل الفونكشن دي اه لازم يبقى في الريدوز فوم ليه لانه هيدي بروتون مع الالكترون هي يرجع الايرن تاني في الفرس فلما كون قديت بروتون اه للايرن وحاولته من فرك الى فرس ببقيت في فهفضل في انه علشان اي فرك اي فرس تتحول الى فرك ارجعه تاني الفرس انه السيتوكروم اه بريدكتاز انزيم هو كمان يبقى في الريدوز فوم مجرد ما بقى في الريدوز فوم لقى فرك تحاول الى فرس هو بقى اكسيديز يرجع تاني يبقى بالناد اللي بيطلع لي طول الوقت من طيب فهمت انا كده اللي انت بتقولي ده يا دكتور قلتي انه طول الوقت فيه او هي اللي بتعرض الايرن انه يتحول الى فرق اه بس انت كمان قلت ان هو ممكن يكون فين بقى الانهارتد ديزيز اه واحد يكون مولود عنده جيناتك ديزيز بيطلع السيتوكروم بي فايف ريدكتاز اب نور مش بيطلع مصبوط اه يبقى نام فانكشنين يبقى من اللي هيرجع الفرق الى فرس مفيش فيتراكم الفرق فيبقى عندي متهيمجلوب نيميا طيب في انهارتد تاني اه في ناس بتتولد بتتولد الهيمجلوب بتاعها للاكشن بتاع السيتوكروم بي فايف ريدكتاز مجرد ما يتحول الى فرق يفضل فرق وما يحسنش اي رسبوند لان انا ارجعه تاني الفرس بالسيتوكروم بي فايف ريدكتاز طيب ده يعمل لي الفورمز الكونجينيتل او الانهارتد واللي هي اوتوزوم ريسازف والاكوايرد بتاعت اه الميت هيمجلوب نيميا طيب بنعالجها ازاي الميت هيمجلوب نيميا علاك شهير جدا بنيدي له حاجة معه ليه بنعالجه بالميثايلين بلو لان الميثايلين بلو ازا بروتون دونر طيب بيعمل ايه الميثايلين بلو الميثايلين بلو هياخد آآ هيج بروتون وياخد الالكترون الزيادة بيتحول من الميثايلين بلو علشان افضل خلي الميثايلين بلو شغال آآ فترة اطول آآ ارجعه تاني للفورم اللي هو داخل بها اللي هي فيها البروتون وده بيحصل بالجلوتاثيون آآ عن طريق الجلوتاثيون طبعا احنا كنا بناخده من اين من المين آآ سورس بتاعه في الجسمانه من الهكسوز مونوفوسفيت شانط طيب هو العيان بتاع المتهمجلوبنيميا ايه الكاركترستيك المميزة قوي فيه يقولك العيان ده بيبقى عنده حاجة اسمها تشوكلت سينوزز تشوكلت سينوزز دي بيبقى آآ جسمه اللي بتاعه اللونها براون لون شوكولات دي لون شوكولاتة آآ بلويش براون ديسكولاريشن لقينا انه هو ده شكل او ده لون المتهمجلوبن بدل ما بيبقى بيدينا لون الحمراء بتاع الميوكاس ممبرينز عشان كابلة رسحتها تحتها في آآ بدل ما فيه همجلوبن بيدي اللون الاحمر بيبقى فيه المتهمجلوبن لها دينا الشكل ده طيب آآ طبعا المتهمجلوبنيميا بتبقى ريليتت ليه آآ بتاع تشو هيبقى وليل طيب آآ مش قادر اشيل الاكسجن طبعا فالاكسجينيشن بتاع تشو زي بقوليل فهي بحصل لها هيبوكسيا هيبوكسيا دي بتاع تلهايبوكسيا زي الهيدك الديزنيا كل دي اللي ممكن تظهر عن العين اللي عندهم مت همجلوبن وبثي طيب كده احنا خلصنا النوع التاني اللي بنسميها او الثلاثيميا ده مسؤول عن آآ جينز اللي بتبص دي مسؤول عن تصنيع كمية الطبيعية من اللي هحط فيها الهين فيطلع لي نورمال الهيموجلوبن الثلاثيميز عنده مشكلة في انه يصنع واحدة او اكتر من دي وغالبا بتبقى واحدة بس آآ والله حصل لي في البيتا تشين يبقى اسمها بيتا ثلاثيميا حصل لي في الالفا تشين فبقى اسمها الفا ثلاثيميا طيب هو ده ممكن يبقى بس انها بصنع كمية قليلة لأ ممكن يكون ده انك تصنع اقل او انك ما تصنعش خالص يبقى زيرو فيسميها الفا زيرو ثلاثيميا آآ انما نصنع كمية بس قليلة نسميها الفا بلاس ثلاثيميا يبقى بلاس دي انا بصنع كمية لكنها قليلة طيب آآ بيتا ثلاثيميا بيتا ما بتطلعش بيتا تشين كويس دي اشهر نوع من انواع الثلاثيميا ودي الموست كومن طيب آآ بيحصل فيها بالنسبة للثلاثيميا بشكل عام الثلاثيميا بشكل عام الاول بيحصل آآ بتحصل بسبب كل تقريبا انواع بيتا ثلاثيميا بيحصل معظم انواع آآ انما البيتا ثلاثيميا الموست كومن بتاعها انها تبقى بسبب ده البيتا ثلاثيميا بيتا ثلاثيميا في البيتا جين اللي بيطلع لي نورمال بيتا تشين اه الجين ما بيطلعش نورمال امونت من البيتا تشين طيب 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 النسبة للألف في عياني البيتا ثلاثيميا بيطلع نورمال امونت من الالفا تشين لكن الالفا تشين مع البيتا امونت صغيرة متعرفش تعمل تيترامر يعني اتنين الفا اتنين بيتا ما بنعرفش نعمل بمولكل الطبيعي ده فما بيعرفش يطلع آآ نورمال امونت من الهموغلوب وكمان ما فيش ما احنا جسمها بيعرفش يطلع آآ اربعة الفا أربعة ألفا في أربعة ألفا يطلعون له مجلبا ده وما مش بيطلع طيب اللي هيحصل إيه؟ هيحصل إن الألفا والبيتا الأوليلة ها يترصب يحصل لهم في الاربيسيز ويحصل يعني تتكسر قبل المعايد 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 يوم بتاعه. طيب هل فيه من البيتا الثلاثيمية زياز؟ البيتا الثلاثيمية على حسب هو نفتكر كده هو أنا كان عندي كام من البيتا جين البيتا جين كان عندي واحد على منها يبقى والله لو حضرتك آآ مضروبين يبقى انا هيطلع علي إنما لو واحد بس من مضروب التاني هيبتدي يطلع كمية كويسة من البيتا تشين ويبقى عندي من 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 منفستيشنز من آآ الدزيز وبالتالي قسمناها لثلاثيمية ماجر وثلاثيمية ماينر ثلاثيمية ماجر مضروبين والراجل ده هيحصل له هيمولوس السيفير ويحصل له كرونيك بالمانفستيشنز بتاعتها زي ما قلنا زي ما قلنا زي ما قلنا آآ بوم مارو هايبربليزيو يعمل في البون شكل البون آآ تنينج للكورتكس يبقى شكل السكال بتاعته مختلفة آآ يحصل له لان ده عنده كرونيك فما بيكبرش كويس ما بيحصلش كويس للتيشوز يبقى الراجل ده الحل او العلاج بتاعه آآ طيب بالنسبة للثلاثيمية الماينر ده عيان واحد جين سليم والتاني مضروب فهيطلع آآ آآ لا بأسة بيها من البيتا آآ آآ اللي هتطلع هتمسك في الالفا هتبقى اقل طيب بالبيتا سليمية العيان ده هيبتدي يظهر على المانيفستيشن زي اول ما تتولد لا نفس الحكاية اللي شرحناه في السيكليسي الانيميا انه هيبتدي تظهر المانيفستيشن لما ينتهي تماما الهموجلوب لانه بيتكارل اوكسيجن وبيوضل لمدة ست شهور يبقى ما عن ست شهور هيبتدي آآ المشكلة تظهر لو ما تعالجش بفريقونت بلد ترانسفيوجن تبتدي تظهر المانيفستيشن زي اللي هدي كلها اللي هي آآ البون هيبقى شكله مختلف آآ البون هيبقى الكورتكس بتاعته رفياع جدا بسبب بوم مارو يحصل له كل شوية شكل جسمه يبقى مختلف آآ هبتسبلينو ميجالي كل دي اللي بتحصل عند العيان ده آآ بحاول طول الوقت اوجه البوم مارو لاني صانع لي عشان يعوض فيبقى عندي واي بلاتسلزة اقل عندي بليتلزة اقل يبقى عنده ثرومبوسايتوبينيا اند ليوكوبيني عيان الثلاثيم يزوم مشكلته الاساسية واللي خلي ويتبقى سبب والمورتاليتي والموربيديتي العالية عندهم هي هو طول الوقت عنده علاجه ان انا بحاول طول الوقت اعمله عشان اخلي الهموغلوبين في رينج من لكن ده بيعمل لي على الايرن الهموغلوبين اللي انا بديهوله طول الوقت ده بيبقى فيه الايرن بيبقى يعمل لي حاجة اسمها الايرن اوفرلود يعني من للايرن واكيوميليشن للايرن في الهورت في الليفر في واتغلب على الحياة دي ازاي بنعمله حاجة اسمها ايرن كليشن ايرن كليشن ثربين يدي له دراجز بتشيل الايرن وتخرجه برا الجسم بس ده بيحتاج الايجنت دي بتبقى اه بي عن طريق اه فيبقى من اه بتتخد اي في فطول الوقت بياخد اه كليشن طيب الفة ثلاثيمية الفة ثلاثيمية ده مشكلة في الفة تشين طيب تفتكر الاول يا دكتور كده الفة تشين الفة تشين جين كانتو اه جينز على ايتش كروموزوم من كروموزوم سكستين يبقى انا عندي اه يبقى الحكاية هنا هتبته تبقى اقل ولزلك بتاع الالفة ثلاثيمية اقل بكتير من البيتة ثلاثيمية لان انت عشان تظهر لك اعراض الالفة ثلاثيمية انت محتاج تضرب واحد جين من الاربعة تلاتة شغالين اتنين في اتنين شغالين سجود تلاتة اه يمتدي في مشكلة كبيرة اربعة سيفير اه ديزيز وهنشوف دلوقتي ازاي طيب الالفة اه انا هضرب الالفة جين موجود اه في الالفة كلاستر اه وده معظم اه اشكال الجينيتك ميتيشنز الموجودة فيه بتبقى طيب انا دلوقتي لو ضربت واحد من الاربعة جينز ما عنيش اي مشكلة تلاتة شغالين زي الفل العيان ده اه ولا عنده اي مشاكل ولا اي سيمتم وبيبقى اسمه طيب ضربت اتنين ده بنسميني الفة ثلاثيمية عنده اتنين شغالين لكن الاتنين المضربين بيخلوه انه لما يحصل لي اي ستريس يحصل طيب اي المشكلة لما يبقى عندي تلاتة مضربين وواحد بس اللي شغال لأ حضرتك انت عملتي من الالفة وبالتالي انا ما جيعمل تيترامار توبيتا توالفة انا عندي كمية قليلة قوي من الالفة واقصدها كمية طبيعية من البيتا البيتا بتعمل تيترامار مع بعضها يعمل لي بيتا فور تيترامار والهموغلوبن ده بنسميه هموغلوبن اتش وده بيبقى عنده من الهموغلوبنوباثي او والهمولوسيز سيفير منفستيشنز من الهمولوسيز للاربسيز طيب في الالفة سلاسيمية انه ما يبقاش عندي ولا الفة تشين بتطلع بسبب ان الاربعة جينز مضربين الاربعة جينز مضربين بيعمل لي ايه بيطلع عليش اي الفة طيب الالفة ده اساسي ان انا كنت بعمل اتنين الفة واتنين جاما في الفيتاس اصلا طيب دلوقتي بقى انا هعمل ايه في الهموغلوبن اف انا مش هستنى لما تولد ده وانا لسه جوه فيتاس هيكون مفيش الفة هيكون اربعة من الجاما تيترامار اوف جاما وده ما يقدرش يشيل للأكسجين تماما ونسميه هموغلوبن بورس بورس هموغلوبن الهموغلوبن ده ومده ما بيقدرش يشيل اكسجين اصلا تفتكروا هيعمل اكسجينيشن بتاعت الفيتاس من اللي يحاول يعود الكلام ده الهارت احنا دايما في حالات الانيميا الهارت يقولك ايه طب ازود الهارت بيت علشان اوصل اسرع اي يحصل منه هو لسه فيتاس بسبب الان اوكسجينيشن بلد فهارت فيلير انتوا عارفين ان الهارت لما ما يشتغلش وبيع فيه سفير هارت فيلير هيعمل لي اديمة فالطفل ده بيموت وهو لسه بطنهم بحالة اسمها في تالس في تالس ودي السفير فورم اللي الاربعة الفة جين فيها مضروبة في حالة السفير فورم من الالفة سلسيمية كده احنا آآ خلصنا المحاضرة وارب ان شاء الله تكونوا فهمتوها على خير شكرا اشتركوا في القناة